لنقاش لنهاري اليوم وأستقبل ضيفي وهاب مبارك وهو مختص في التغذية رياضية والصحية ومدرب فتنس هكذا كمان وهاب صباح الخير وشكرا على قبولك لدعوتنا الله يسلمك صباح الخير شكرا على الاستدافاتكم صحة طبعا سنخصص الحديث في هذا الملف على ابتزام طبعا مع اليوم العالمي التغذية سنتحدث على التوصيات للتغذية السليمة ما هي التغذية السليمة ما هي أبرز العادات السلبية في التغذية سنخصص الحديث لأصحاب الأمراض المزمنة طيب نبدأ معك وهاب في أول سؤال ما هي التغذية السليمة أولا نتكلم عن الغذاء اللي هو أساسي لحياة الإنسان يعني الإنسان باش يعيش لازم له الغذاء وبالتالي يجب عليه توفير هذا الغذاء وكما نشوف هذا اليوم العالمي علش داروها داروه باش يتفكروا الناس اللي راههم في المجاعة والناس اللي موشي لحقهم الغذاء نعم نشوفه في العالم باللي واللعالم يعني يوفر أكتر من احتياجه يعني واللي يحقق أكتر من الاحتياج الذاتي في الغذاء وهذا يعني ناتج الجهود الزراعية اللي يديروها في القرونة هادية ولكن للأسف كين الناس اللي موشي لحقهم هذا الغذاء لأسباب معينة كما في إفريقيا وقام نعم نشوفوا بالعادات الغذائية تبدلت في ما بين القرون السابقة والقرون هدية راجع لبزاف عوامل منها كما ركتوفنا سرى يتاكل برالي صندويتش بالاكيتس ما يرحل الخدمة تاعه العادات الغذائية تبدلت طريقة سلبية جدا نعم نعم طيب لو تشرح لنا التغذية السليمة أو شيء بالتحديد التغذية السليمة هي أنه الإنسان يأكل يعني احتياجه من سعرات الحرارية ويختار طعام صحي ليعينه ويعطيه طاقة من أجل الموضوع قدما في الحياة في النشاط الدهني وللنشاط البداني طيب أهب أنا وكغيري من الجزائرين الكثير من الجزائرين أحيانا نضطر أنه نكله في الخارج نكله صندويتش نكله في مطاعم لو اضطررنا أنه نكله في الخارج هل فيه أغذية معينة لازم نستهلكها لأنه ما فيهاش خطورة كبيرة هل فيه أغذية لازم نتجنبها مثلا هذا يسمى يعني بالتخطيط إلا كنت خططت وحطيت بلاين يعني واش راح تقوم به ما راحش تطح في هذا يعني الطيرار يعني تاخد معاك الأكل تاعك من المنزل ولكن في حالة إذا تطريت وكلت بره تقدر أنك تختار يعني أطعامة صحية ونشوفه بلي اليوم كان بعض المطاعم اللي توفر بعض الأطعامة الصحية مثلا تدخل تأكل سردين مشوي ولا تأكل روز ولا تأكل يعني مصيدوان ولا تأكل صلاطة خودر هنعرك إيفيتيت يعني باش تأكل هذوك الأطعامة اللي زعتها بر صندويتش وقال لي تضرب صحتك يعني نبتعد عن الصندويتشات هذه هي نصائحك لا من الأفضل يعني مش نقوله تبتعد ولكن تأكله مرة في الزامن ما راحش يضرك إذا كليتوا باستمرار وبتكرار يعني مستمر لتماكن راح يؤثر على صحتك ويؤدي بيك يعني يخرج بيك من التغذية السليمة إلى التغذية الغير سليمة طيب وهاب كيف أعرف فوائد التغذية السليمة بالتحديد فوائد التغذية السليمة تشوفها مباشرة بعد ما تبدأ التغيير تاعك يعني مباشرة بعد ما تحول حياتك من طعام غير صحي إلى طعام صحي راح تلقى طاقة كبيرة راح تكون يعني ناشط أكثر راح تزيد يعني إذا كنت شخص رياضي تزيد يعني الطاقة تاعك الرياضية في الجيم راح يعني تلاحظها في حياتك الجسم تاعك راح يتبدل أمور أخرى يعني إذا بديت برنامج للتغذية السليمة أكيد راح تكون فيه فوائد صحية كبيرة على الجسد تاعك طيب طيب ماذا لو لم نلتزم بالتغذية الصحية وهاب إذا ما لتزمتش بالتغذية الصحية وكان ذلك على استمرار يعني على المدى الطاول ممكن جدا وقد يسبب عدة أمراض من بينها مرض سكري إنسيدات شرائين وأمراض أخرى نعم طيب هذه سلبيات التغذية السليمة طيب وهاب إحنا عرفين أنه ربما كل منزل فيه واحد عنده مرض مزمن عنده سكري عنده ضغط دم كيف يمكن أن يتعامل مع هذه الأغذية أو تغذية السليمة؟ يعني كان أمراض لما نقدرش نيفيتيوها كان أمراض اللي يتجي ماشي تنتج غير عن تغذية ولكن تنتج عن حاجة وحدة أخرين في الحياة ولكن نهضر على الأمراض اللي تنتج في التغذية مثلا الالتهابات اللي يتصرى داخل الشرائين ما يسبب إنسيدات الشرائين مثلا هذا المرض يعني مرض قلبي نقدره نيفيتيوها لو كان كنا ناكله يعني طعام صحي من بينها الفواكه الملونة الأشياء اللي فيها مضادات الأكسادة والأشياء الغنية بالكوليستيرول النافع وليس الكوليستيرول الضار طيب وأهاب أريد أن نتحدث عن ظاهرة مش في الجزائر فقط وإنما في كل أنحاء العالم والجزائر قليلا نسبيا مقارنة بولايات المتحدة وغيرها نتحدث عن السمنة كيف يعرف الإنسان أو الشخص بأنه إنسان سمين أو بدين هو شوف هو في الكدراسة عن قلوب اللي يحسب مؤشر كتلة للجسم مؤشر كتلة للجسم يحسبه كين دي بارام يعني إذا كان فوقها دي تماره في سمنة وإذا كان تحت عشرين تماره مليح ولكن قلوب اللي هذا يعني ما يبقاش معيار للسمنة نشوفوا باللي الملاحظة الإنسان يحس روح بلي روسمين إلا شاف نسبة الدهون زادت فيه جسمه هذه هي يعني في الملاب يستاعك تحس روح بلي كسمين يكون عنده الشاخير في الليل يكون يعرق بزاف يكون كل هالأمور ماشي آلاز في الجسم تاعه هذه هي اللي يحس روح بلي راهوا بعدين وبالتالي روسمين طيب هل فيه نصائح معينة ربما يتجنب أو ربما يمارس المشي يتجنب ركوب الدراجة مثلا يتجنب ركوب السيارة يعتمد على الرياضة في هذه الأمور يا تيك صحة كبدا ينقوله باللي الإنسان ما يرحش ديركتهم ويرح يبدل أن نشانجمه الإنسان ما يتبدلش ديركتهم لكن يجوز على ديزي طب باش يتغير لازم أنه يغير عادته الصحية بالعقل يعني الماكلة تاعه يزيد في النشاط البداني يسق مرقة تاعه يبعد على الاسترس ورح يشوف نتائج في القريب العاجل ولكن ما يتعجلش ويرح يمنع روحهم الماكلة لأنه سرعان ما رح يفشل وبالتالي رح يعاود يسمانه مستقبالا لازم يروح إيطاب بريطاب درجة بدرجة طيب وهاب أنا لحظت مؤخرا أنه فيه الكثير من خبراء التغذية لما تروح عنده يطيلك برنامج غذائي معين إما أنه تسمن أو تنقص السم نتاعك أيوة هل يختلف برنامج الغذاء من شخص لآخر؟ أكيد البرنامج الغذائي يكون على حسب سعرات الحرارية القدرة البدنية العمل تاعك مثلا أنت تعمل كصحوفي وإنسان يعمل في الشنطة وإنسان يلاعب كرة قادم كل واحد والعامل تاعه يختلف معدل النشاط البدني تاعه وبالتالي حسب سعرات تاعه يتبدل على حسب الوزن الكتلة العضلية يعني فيها حسبة دقيقة بشي نقدر نخرجه برنامج غذائي وأنا شخصيا نتعامل مع الناس بهذه الطريقة كل واحد نخدم له برنامج خاص ونتعامل على وسائل التواصل الاجتماعي يعني يعرفوني على وسائل التواصل الاجتماعي يتواصلوا معي ورح نخدم لهم برنامج خاص بهم إن شاء الله يعني كل واحده برنامجه الخاص طيب كيف أعرف أنه هذا البرنامج تاعي أنا يعني كيف أعرف أنه هذا البرنامج فادني فعلا وخرج عني كما نقوله بالعامية البرنامج كيفاش تعرف باللي خرج عليك راح تشوف يعني باللي تبدلت عاداتك الصحية العادات سيرتوا منبازيوا على التغيير يعني إلا شفت باللي راك تبدلت في العادات ديالك الصحية البرنامج هذا تقدر تستمر بها على المادة الطاول وبالتالي هو برنامج ناجح البرنامج يدامك واش تقدر تستمر بها على المادة الطاول هو برنامج فاشل يعني سيطان بورار سرعانة ما راح تفشل راح تعيا وراح تتوقف هل أفهم من كنامك أنه الأمر يعود لأنا يعني بدرجة الأولى أو للبرنامج؟ الأمر يعود لكيليكوما يعني كيليكوما يعني المدرب والمطبق يعني المطبق لازم تكون عنده يعني إرادة يكون يوجد الوجبة بتاعه يقوم بالتوصية للمدرب والمدرب تاني لازم يكون يعني يحس بالمتدرب بشغول يحط راحه في بلاس دو يشوف أسكو هو يقدر يخرج يعني ديركت أموم ليطر بتاع صندويج ليطر بتاع تعياكل برطة مفورة أي واهم الشي كيف كيف لازم يجوز على ديزي طاب فاريزمبل ينقص له في الكميات عليه صندويج يعني يكون يأكل خمسة يولي يأكل واحد ويروح بالعقل بالعقل حتى يبدل له العادات الغذائية الأمر نفسي بالدرجة الأولى الأمر نفسي جداً لدرجة كبيرة يعني إلا كانت النفسية مليعة الإنسان داره يروح بعيد طيب احنا تحدثنا عن البدانة نتحدث اليوم أو الآن أفوان عن النحافة كيف أعرف أنه أنا نحيف أو نقص وزن؟ باش تعرف بالنحاف كيف كيف يعني تشوف روحك بلي راك ناقص في الكتلة العضالية تاعك نعم 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 كان ديبارة كيما أقول لك مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتلة الجسم نعم ولكن بالملاحظة بك تقدر تعرف يعني تشوف روحك في المرأة تلقى روحك ناقص في لاماس ميسكيلر نعم نعم لازم أنك تزيد في البناء العضالي في التغذية وفي الرياضة طيب هذا نقصد بالمؤشر الكتلة الجسمية هكذا أيوة كيف تحسب وماذا نعني بها هذا المؤشر؟ هذا مؤشر الكتلة استخدموه يعني باش يعرفو الإنسان إلا راهو في الوزن الطبيعي ولا ما راهوش في الوزن الطبيعي نعم يحسبوه بالوزن على معدل أقول لك معدل مربع الطول بالمتر نعم مثلا الميزة تاعك مئة كيلوغرام طول تاعك مئة وسبعين نديرو مئة مئة على واحد فاصل سبعين وثنين هكذا نخرجو المعدل كيخرج لك من عشرين لخمسة وعشرين انت ما راك في المعدل الطبيعي أكثر من خمسة وعشرين راك في زيادة الوزن يعني كل واحد قادر يحسب الكتلة تاعو ويتخذ الإجراءات كل واحد راح يقدر يحسبها ودوكا ولاو يخدموها يعني شغل الكالكولاتور تدخل الجوجل تدخل برك لليزام فورماسيون تكتب حساب مؤشر كتلة الجسم تدخل غير لليزام فورماسيون تاعك يعطي لك بصعب كما قلت لك الإنسان يعتمد أكثر على الملاحظة لأنه دائما الملاحظة هي الأفضل المرآة هي اللي تعطيك الخبر مباشرة طيب تحدثنا عن البالغين والراشدين أن نتحدث عن الأطفال الصغار وعن العادات التغذية عند الأطفال الصغار كيف يمكن أن يتعامل الأباء من أجل تغذية سليمة لأطفالهم؟ نعرف أنه فيه بعض العادات السلبية اللي أحيانا يفرضها الأبناء على أبائهم كيف يتعامل الأباء مع هذه الحالة؟ أرى الأباء خاصة في الجزائر هم سبب الأول يعني يعني ينحرفوا بأولادهم إلى السمنة في كل عالم مش في الجزائر فقط نعم هي في كل عالم ولكن في الجزائر أكثر يعني في العالم الآن فاقوا ولو يتبعوا أولادهم ولو عندهم متابعة صحية ولكن في الجزائر ما زلنا في العادة هذه كتاعة طيلة وخليه كدايا نعم أنت ما ترحش تمنع مباشرة نطيف الصغير من الشيكولة ولا من الحلوة ولا ولكن لازم ترحلو تدريجيا يعني تعودوا على هذوك الأطعامة تقولوا برغم كل يوم وجبة على الخضر هادية ورح نتكافأك نعم مع لبالي شانا تمدلوا حاجة ماشي تعمدر بصحته نعم آآ ترحلو غير بالعقل تخليه يشارك في الطبخ مثلا دخله معاك للمطبخ تقولوا روح نطيبه طيين طيبه طعم صحي ويشوف كنته بليتاني تأكل طعم صحي باش هو يقدر يأكل طعم صحي كنته قدوة له يعني بانسير بس كنته له كنته أكل وجبة يعني غنية بدوسه موقع وبنينه نعم هو يأكل خضر شغل ماشي كيف كيف وما رحش يواصل لازم بالعقل بالعقل تعودوا على هذوك الخضر وما نشبع شيء نشبع عليه إذا كبر عليها رح يكمل بيها طيب وبالنسبة للأطفال الصغار اللي عندهم أمراض مزمنة كمرض السكري كمثال نعرف أن الأولاد يحشقون الحلوة وأحيانا في حفلات مع أصدقائهم يرغبون في تناول هذه الحلويات وإلا الباتيسري مثل ما نقول هل لمنع أبنائنا من تناول هذه الوجبات وإن منعناهم ما هو البديل المنع عمرو ما كان حل يعني الإنسان لازم يعلم أولاده كيفاش يكله والمناسبات داخلها في الصحة الاجتماعية حسب The World Health Organization يعني منظمة الصحة العالمية تقول لنا بلي الصحة داخلها فيها الصحة الاجتماعية الصحة العقلية والصحة الجسمية يعني ثلاثة إذا ما كانش عندك صحة اجتماعية ما تقدرش تحضر يعني مناسبات الزمالة لتما راح تكسر روابط الاجتماعية تاك وبالتالي راح تأثر يعني على مش هيها كده تكون الصحة يأكل في المناسبات بصفة عادية ولكن يعرف كيفاش يأكل اللي كونتيتي اللي يأكل بهم ومش هي دايما يكون المناسبات بيانسير نعم طيب ماذا عن بدائل السكر اللي شفناها تستخدم في الكثير من المنتجات اليوم هل تصلح صحياً هذه البدائل بدائل السكر يعني نعم هو السكر الأبيض ما هوش بهذه الخطورة يعني كما رام يقولوا السكر الأبيض السم الأبيض الفارينة البيضاء السمين الأبياضين لا لا نشوفو باللي الزيادة إلي كليت يعني بزاف سكر لنتمالي راح يدرك إذا كليت سكر قسلينيرجي ديالك ما لابل يزدتو مع معدل الطاقة تاعك ما راحش يدرك بهذه الطريقة الكبيرة ولكن كنشوفوا بدائل السكر في التكوين تحارح نلقوها نفس البدائل يعني كنشوفوا في التكوين تحارح نلقوها كيف كيف الجسم تعاني ما يفرق شيء يمتصهادي يمتصهادي برك لازم مليح لو كان يعني نعتمدوا على الفاكهة كمصدر للسكرية يعني الفاكهة الكربوهيدرات المليحة الحاجة المخدمين بالقمح الكامل الحاجة اللي فيهم ألياف باش يبطئوا الامتصاص على السكر طيب وهاب بما أنه أنت مختص في التغذية وتتعامل مع الكثير من الناس هل فيه إقبال من الجزائريين على التغذية السليمة هل تغيرت عادات الاستهلاك الغذائي لدى الجزائريين نعم نعم هنا شوفوا اليوم باللي الناس والتي تعرف صلاحها كما نقول الناس تجهت بزاف لمجالة عن الرياضة كما نقول أنا عندي كليون تابحهم لدي كليون تابحهم في الانستغرام وفي الريزوسوسيو يجو عندي يقول يوهاب راني حاب نبدل حياتي نحاب نتبدل نشرط علي أنه يدير معي اشتراك طبيعة الحالة يعني العمل تعناها دايا يدير معي اشتراك طويل المادة مدة ثلاث أشهر ولا ستة أشهر لأنه نوفر يعني اشتراك طويلة المادة علاش باش الإنسان تكون عنده فترة إنسان باش يكتسب عادات في زيادة ولا إنقاص الوزن لازم له فترة معينة باش يوالف هذوك العادات ويقدر يدخلهم في حياته وهكذا نخدم يعني نوفر لكل واحد برنامج خاص به وهو يستمر به ونبقى نتابعه دايما يقول لي وهاب ليومر أنا كليت كدايا أنا كليت طاكوس غلطت كدايا نشوفه كيفاش نصحوا تعالجوا طيب وهاب يتساءل كثير من الجزائيين مثلي أنا أنت تحدث لي عن اشتراكات لشهر شهرين إلى ثلاثة أشهر أكيد راح تكون مقابل مادي هل هذا المقابل مادي في متناول الجامع؟ هو المقابل مادي في متناول جامع أنا باراكزموط إن البرامج он لاين هذه المتابعة он لاين نوفرها يعني يوميا شغل دايما نكون معاهم في المتابعة نوفرها غير بمليون يعني مليون ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر برنامج غدائي ونزيد نمت له من ذاك برامج تدريبية مجانة يعني نزيد مدلو برنامج تدريبي منزلي مجانا يعني سعر التحر بزف متناول جميع مقارنة بالدول الأخرى الدول الأخرى يخدموها بزف غالية علاش بس كل مستوى المائشة تاليزائرين وباش نحفزوهم وباش نعاونوهم نسيون ونفروا لهم أكبر خدمة بأقل تكلفة ويبقى عليه بينسير باش يوفر المغضيات اللازمة المغضيات اللازمة ما رايش به دك السعر الكبير نخدموها على حسب الميزانية تاعي البرنامج ولكن هو لازم يعني يطبق ويتعب شوية باش يحصل هذوك المغضيات طيب هل استخدام المقويات الغذائية اللي تستخدم بكثرة هذه الأيام هل هذا الأمر سليم مع وحب؟ استخدام المكملات الغذائية هو يكون برك على حسب الحاجة يعني حسب حاجة الإنسان وتحتاج إشراف المدرب إذا انت رحت كليت حاجة وما تعرفهاش ممكن أنها تأثر عليك تأثير سلبي خاصة في الوقت اللي أنا نشوفه فيه الناس والتي تتخلط برك ولازم تاني نفرقه أيضاً من استعمال المكملات اللي مكمل للغذاء يعني يكمل نواقص الغذاء تاعك يعني حاجة عادية كما نقوله حليب الأطفال كيما الدراري صغر لبيبي عندهم مكملات غذائية حليب الأطفال يعتبر مكمل غذائي يعني الكلمة هذه ما نخافوش منه شغل حاجة يحتاجها الجسم تاعك ترح تكمل الغذاء تاعك ونفرقه بين المنشيطات اللي تعتبر ممنوعة عند أصحابك اللاعبي كامل الأجساء طيب وهاب مبارك مختص في التغذية الرياضية والصحية ومدرب فيتناس شكراً لك قد ناقشنا اليوم التغذية السليمة ومؤشرات التغذية السليمة شكراً على كل هذه المعلومات وشكراً لحضورك معنا العفو شكراً جزيلاً نقدم منا تحية للكامل الناس اللي تبعونا وقولهم يطيكم الصحة وشكراً أخي وسامة على الاستضافة هذه ونتلقى إن شاء الله في موعد لاحق أكيد ستكون لنا لقاءات أخرى نستكمل وياكم عزيزي